اشتركوا في القناة ونحنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وبين من يعاملها كالإنسان ما نراه ليس صراعا بين الحضارات الحضارات لا تتصارع الحضارات تتنافس يعني نفهم من كلامك أن ما يحدث الآن هو صراع بين الحضارة متمثلة في الغرب والتخلف والجهل متمثلا بالمسلمين نعم هذا ما أقصده من الذي أطلق فكرة صراع الحضارات أليس سامويل هانتونتون ليس باللاذن كما يقولون أريد أن ندخل في الموضوع لو تكرمت المسلمون هم الذين بدأوا بهذا التعبير المسلمون هم الذين بدأوا صراع الحضارات عندما قال نبي الإسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمن بالله ورسوله عندما قسم المسلمون الناس إلى مسلم وغير مسلم ودعوا إلى قتال الآخرين حتى يؤمنوا بما يؤمنون هم أثار هذا الصراع هم بدأوا تلك الحرب وعليهم كم يوقف تلك الحرب أن يعيدوا النظر في الكتب الإسلامية والمناهج التدريسية التي بين أيديهم والمملوء بالدعوة إلى التكفير وإلى القتال الكافرين يقول أنه لا يسب عقائد الآخرين أي حضارة في الأرض تجيز له أن يوثم بشرا بألقاب لم يختاروها لأنفسهم مرة نطلق عليهم أهل الزمة ومرة يطلق عليهم أهل الكتاب ومرة يشبههم بالقرد والخنازير ومرة بالنصارى والمغضوب عليهم من قال لكم بأنهم أهل كتاب هم ليسوا أهل كتاب هم أهل كتب كل الكتب العلمية المفيدة التي بين أيديكم هي كتبهم وهي نتاج فكرهم الحر الخلاق بأي حق تشبههم بالمغضوب عليهم والظالين وتأتي الآن لتقول أن عقيدتك أمرتك بأن لا تسب عقائد الآخرين لست مسيحية لست مسلمة ولا يهودية أنا إنسان علمانية لا أؤمن بالغيبيات ولكنني أحترم حق الآخر في كتبهم ملحدة يعني ملحدة تستطيع أن تقول ما شئ أنا إسان علمانية أنا بسألك لا أؤمن بالغيبيات إن كنت ملحدة فلا عتب عليك من سببك الإسلام ونبي الإسلام وقرآن الإسلام بس دقيقة يا أخي آمن بالحجر ولكن إياك أن تضربني بها أنت حر في أن تعبد من تشاء ولكن لا علاقة لك بعقائد الآخرين سواء آمنوا بأن المسيح هو الله ابن مريم أو أن الشيطان هو الله ابن مريم اتركوا الناس في عقائدهم اليهود خرجوا من مأساة فرضوا احترامهم على العالم بعلمهم لا بإرهابهم بعمليهم لا بزعيقهم البشرية مدينة في معصم اكتشافات وعلوم القرن التاسع عشر والقرن العشرين لعلماء اليهود خمسة عشر مليون مشرت في العالم جمعوا شملهم ووصلوا إلى حقوقهم بالعمل والعلم لم نرى يهوديا واحدا يفجر نفسه داخل مطعم ألماني لم نرى يهوديا واحد يهدم كنيسة لم نرى يهوديا واحد يهتج على ذلك بقتل الناس حول المسلمين سلاسة تماثيل للإله بوزة إلى حطام لم نرى بوزيا واحدا يحرق مسجدا أو يقتل مسلما أو يحرق سفارة ولكن وحدهم المسلمون يدافعون عن معتقداتهم بحرق الكنائس وقتل الناس وهدم السفارات هذه طريقة لن تؤدي بهم إلى نتيجة على المسلمين أن يسألوا أنفسهم ماذا يستطيعون أن يقدموا للبشرية قبل أن يطالبوا تلك البشرية باحترامهم